اشتركوا في القناة طبعا انا كالعادة يوم اجازة تسألونيش بتصحي يا بدلاليه بس انا كنت عاملة حسابي ان انا عايزة انزل اجيب خضار وعايزة سعر الطماطم حلو اليومين دول فكنت عايزة اعمل حبة حلوين يعني فالمهم خدت لي معلقات عسل كده وشربت لي كوب بيتين ماية كبار كده مش عارف انا بقيت بنسة موضوع الماية ده بس فيه ابليكيشن نزلته كده كنت بنزلها قبل كده والله بس ايه نسيته او لما غيرت التليفون اختفي ابليكيشن بتثبتي عليه انت عايزة تشربة مايية كل قد كل موسو ساعة كله ساعة على حسب ما انت عايزة فيديكي زي نتيفيكيشن كده ايه زي اشعار صغير كده اللي هو شربة مايية بغد النظر يعني مهم نطفت الطوالة غيرت الفوطة غصلت السناني وبشي وتوديت وصلت وقلت بقى ايه شغل القرآن كده الكريم لسه بدري على صلاة الجمعة أنا مش عارفة أنا عملي عسابة إن أنا هنزل أوكي بس مش بدري أوكي بيت عندي نايم حماتي وزوجي وبنتي هسو هس تقريبا ما بيش غيري فلعمره كلها اللي كان صاح المهم أنا نايمة يعني حرفيا صاحي نايمة بس صاحي بدلي لي خلاص عايز أقول لكم أنا قبل ما أبطي أصحى وقبل منوي إن أنا كده ونية لله اللي هو أنا النهاردة هسوى الروتين ونزل اللي هو أنا قاعدة على السرير نصف ساعة قبل ما أقوم مش عارفة مش مترجمة أنام مش عارفة أنام طب هقوم مش مكسل أقوم المهم بغد النظر يعني على قولت بنتي قومي أيتها الكسولة على طب تقول لالك لما تبقى يا صاحي قبلي وقاعد جنبي فيه كارتون كده بيتكلم نغار مفصحة حوالي جواركم حلوة قوي قوي تعليم للأطفال فهي تطلقط منه كلام كده فلما مثلا تصح قبلي على تقود تصح فيه أنا مش عايز مش قادر أقوم يعني مش قادر أقوم تقود تقول استيقظي آياتها الكسولة على طول الكلمة دي ببقى المهم كنت عامنا كيكي ببرتقان وعملت كوبات أهو كده عشان نفوق لأنه هم مش هيصحوا دلوقتي نزوجي شغل طول الأسبوع فيما بيصدق يعني يوم الأجازة ده يجي عشان ينب راحته المهم بس هو بيصح قبل الجمعة يعني يجي عشان الصلاة وكده الأسعار بالنسبة للفاكهة الحمد لله بفضل الله أو الفاكهة والخضار بعيدا عن الفلفل بعيدا عن الفلفل ده في حتة تانية لوحده الأسعار أوكي ابتدت تنزل والدنيا تمشي الحمد لله يعني الأسعار لحد ما معقولة بالنسبة للخضار والفاكهة الفراخ أنا مش عارفة إحنا إيه فراخ بتببيت دهب ولا إيه بالزبط أولا كرطنت البيت بستين جنيه ثانيا البني اللي أنا جيبته في اليوم ده كان عامل ثمانين جنيه الفراخ البيضة أنا ما جيبتاش الأسبوع ده يعني اليوم اللي أنا فرصت فيه اللي هو يوم الجمعة ده أنا قلت أجيبها يوم السبتة وأجيبها يوم الحد علشان يبقاش كله في يوم واحد وبقى ضغطة نفسي المهم بغض النظر يعني الطماطم كانت بخمسة جنيه الحلوة يعني جميلة الحلوة اللي مسكة نفسها بخمسة جنيه فيه أرخص من كده بس ده هو بيتاخد زي الشروة كده بخمسة جنيه الجزر بثلاثة جنيه مص كيلو الموس بعشرة جنيه اللي يستفن ده فيه بعشرة وفيه بتمانية وفيه أقل من كده بس ده الغموة خالص ده البرتقام بتمانية وبعشرة برضه على حسب حجمه يعني التفاح فيه بخمستاشر وفيه بعشرين اللمون عامل خمستاشر تقريبا الخيار عامل اتناشر وهكذا الكوسة ما جيبتش كوسة تقريبا في اليوم ده فمعرفش سعرها بسلة كانت عاملة تقريبا خمستاشر جنيه كنت جايب لحمة أنا عندي لحمة ضاني فمارضتش أجيب ضاني الشهر ده فأنا كنت جايبها لو تفتكروا معاكم الفيديو اللي فات كنت جايبها كبدا مش فاكرة الفيديو اللي فات أو اللي قبله كنت جايبها كبدا بلدي فقلت أجيب كمان كيلو لحمة عشان ما قلتش جيبتو خدت منو قم قطعة كده اليوم اللي لبسها الحلوة دي وقطعتها صغير كده قلت ايه هابقى أعملها في حاجة الوحدة في تكسلها حاجة الوحدة ويقسمت اللحمة اللي كانت فضلة على كسين وشكرا على كده ويقلت اجهزون فطار لحمة بس عشانا دايما يعني باجه مبارا لازم تتغسل على طول لازم تتغسل لو كبدا وانا متأكد ان هو لسه دابح حالا مش بخسلها انما لو مثلا هو دابح الصبحية وانا رايحه مثلا على العصر اللي لازم تتغسل مهم سلقى طبيط عشان هعمله في زبدة بلدي وهقطع بطاطس دلوقتي وقطعها كده بشكل حلو علشان تستلوله كان فيه بس واحدة قبل كده البطاطس نشفة او محمرة يعني اللي كنت عاملها للولو مش فكرة روتينية للفاتة ولا قبله ما بتاكلهاش طريقية ما بتاكلهاش طريقية واحنا عندنا مشكلة البطاطس المحمرة دي هي تعودت على الموضوع ده مما بيكونش غير النشفة لازم تكون متحمرة حيو فهي خلاص تعودت بتاكلهاش طريقية يعني انا اول بقى اول ما بتاديت مسلا ندخلها البطاطس المحمرة دي كنت اللي هو بعمل ايه بقى بسلقها وبعد كده بقطعها شرايح او صوابع كده وبعد كده دخلها الفرن تاخد لهم وطلعها فيش كراب دلوقتي بطاطس محمرة فيش الكلام ده خاطس انسي ومحمرة تبقى نشفة طريقية ما تاكلهاش نهائي طب لما جيت حمر بعد كده بقيت اخليها مسلا طريقية حلوة شوية اللي هو خلاص دخل على تحمير وقل صوابع تخين شوية او عريض شوية بحيس انه في لحمة تاكلها فيه يعني فيش الكلام ده هي رفيع ونشفة انسي بس فالمهم البطاطس مش وحشة اي نعم هي نشويات نحاول ما نقطرش منها بس بالنسبالي احسن من الشبسي والكلام ده انا بنتي ما تذكرش انها كلت مرتين ثلاثة من الموضوع ده او ممكن تقولوا مسلا ايه لما بيزنقوها اهلي او اهلي زوجي في البلد يقعد يقولك ايه حرم عليكم منعينها ومش منعينها طب صحتها مفيش الكلام ده المهم كنت جايبة كمية طماطم عملتلي شوية صوصة حلوة طبعا مش كمية دي بس كنت جايبة شوية تانية حلوين بس قلت عملو كده على حلتين يعني المهم اه انا حطيت البتنجان كده شك شك ده وحطيتها انا بحبها شوية على البتجاز هو على البتجاز على عينها معين البتجاز بتتبادل ما فيش اي مشكلة في الموضوع تعالوا باقول لكم على كمينت جايبة انا حتسمها مونة كلام ده كان اول امبارح اول امبارح تقريبا انا بس اجلكم على الفيديو ده اه اعتقد صبح ما كنت رايحة الشغل يعني تقريبا نستعد الوقتي اربعة ونصف الفجر فانا كان عاني شوية حكت كده بخلصهم ففيه ايام بطبق فيها علشان لو نمت مش هتحى الشغل الصباح ممكن الكلام ده يحسن يوم او يومين في الاسبوع بس مش طول الاسبوع اكيد يعني مهم فكان في كمينت جالي تقريبا كان يوم السبتم اللي هو مبارح او يوم الجمعة مش متذكرة مهم منها لما شفتوه جهر السبت عموما يعني معرفش طاريخه كان ايه بالظبط هي بعدها بتقول لي مش عارفت تبسحتي الكومينت بتاعي ليه اعتقد هتلاقي الكومينت بتاعي على الفيديو اللي فات فيمكن مالقتيش بتقول لي مش عارفتона وزحتي الكومينت بتاعي ليه يمكن ماكانش عندك رد او اجابة عليها او ماعرفتيش ترد عليها عموما كانش اصل ذا عليك فاللي هو القم أنا الكومينت في كزا حاجة ودخلة في بعضها ك pretend مش عارفة في ايه المهمة انا بمساحش يعني بساش نبقى على نور انا مبمساحش كومنتان انا لو في حد مثلا بيتخطح حدود الادب في الكلام او او في الرد او حتى في السؤال والمضاد يعني مش من اول مرة كمان لا او المضاد قرر مرة او مرتين خلاص اوكي بلوك وشكرا على كده ما تعلقيش عندي بحاجة تدايقني ان تقضيني بحاجة تفيدني او قولي لي حاجة انا مش وقت بالي منها او نبيني لحاجة تفيدني او لما بتعمليش كزا لا فيه كزا تمام زي بنوتة ربنا يا ربي دي الصحة الفيديو اللي فدكت لما كنت عمله الصلطة بكمية تعد معي كم يوم قالت لي انه ما ينفعش نعمل الخضار اللي هو بتاع الصلطة بكمية فانا ردت عليها قلت له الله انا سألها كزا دكتور تغذية قال لي انه هي مش بتفقد قيمتها هو عموما ايا كان الخضار والفاكهة بيفقدوا قيمتهم لو تضربوا او تعصروا تمام انما لو تقطعوا مكعبات او تقطعوا مجرد تقطيع سواء كبير او صغير ما بيفقدوش كم بتاعتهم بسرعة فانه هي ردت علي وقالت لي ان هي تعرف انه هي بتفقد قيمتها فالمهم انا ردت عليها تاني وقلت لها والله هي بتفقد خمسة وعشرين في المية بس من قيمتها وده اللي انا درسته وده اللي انا سألت عليه فما فيش مشكلة او عموما عشان خطر عينك ما تزعليش انا مش هعملها تاني مش هعملها بكمية تاني وخلاص يعني اتناقشنا في حاجة هي فدتني وانا وضحت لها حاجة اما 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 امونتاي انما انا اساسا مش فهمت الكومنت بتاعك كان ايه مهمة بقى انا دخلت الردت عليها قلت لها انا مش بعمل بلوك الا لحد كان عد حدود الادب وما بمسحش كومنتات يعني حتى مسلا لحد غلط او حاجة هو بلوك حتى من غير ممسح الكومنت فالمهمة بقى ان انا قلت ايه طب ما جايز التليفون كان في ايه لو كان المهمة بس انا هقطع البانيل اللي انا جبته هقطع منه شاورمة وهقطع منه ستريبس المعتاد وهقطع منه شوش توق وهقطع منه بانيل مهمة فقلت يمكن التليفون كان في ايه دولة والموتيفكيشن جيه مثلا او حاجة الاشعار جيه فهي ضغطت عليها رحمة دخلت على المسح عادي الطفلة بتلعب ادور طب ما فيش اي كومنت ليها عندي غير كومنتات وكومنتات حلوة جدا اللي هو بحبك وحاشتينا ومتأخرش علينا فين الكومنت اللي هي بتتكلم عنه ده انا مش عارفة مفيش خالص طب ادخل على الاكانت بتاعها راجعت الكومنتات بتاعتها للقناة عندي كلها كومنتات حلوة جدا مفيش طب ايه طيب فالمهمة راجع في الاشعارات عندي مفيش اي كومنتة طب يا بتتكلم علي انا جي في دماغي والله اعلم يعني ان دخلت راديتها للقناة لها مسيقش ازانة انا ممكن اكون شفت الكومنت بتاعك او اي ان كان اللي حصل فانا اللي فهمته او اللي حسته في الاخر ان هو ممكن ان تكون هي عملة الكومنت وكان في مشكلة في النت او حاجة في الكومنت جالها انه تعمل زي ما بتحصل كتير على الفيسبوك تبيعايز مثلا تسألي على سعر حاجة وتبعاتي الكومنت اوكي بس متلاقيهش وسط فممكن تكون مشكلة انترنت هي عملة الكومنت وجالها انه اوكي سنت اتعمل وما جاليش انا او ما سمعش في النت ساعتها فما جاليش انا فما تزعليش أنا والله العظيم ما شفت الكومنت بتاعك وينيف سعره سؤالك إيه إلا أنا معلت الشروط ده عليه ده فأخد بالكم إن إحنا يعني من أكتر الحاجات السيئة اللي ما بحبهاش إسألت الظن إن إنتي آية نكلمة ده في حياتنا عموما يعني بلاش نسيء الظن بحد عايزة بس أقول لكم إن التدبيلة اللي أنا بستعملها في الشيش توك والتدبيلة اللي استعملتها في البني عندي كانت عندي في الفريزر من الشهر اللي فات في تدبيلات المرة اللي فاتت دايما لما بعمل منها بعمل بالزيادة بالعادة ما بتدبيلش البني إلا باللبن أو زبادي عشان بشوي بس الشهر ده قلت غير شوية أو زوجي اللي حابب يغير يعني خلينا نكسر الموضوع الصحي ده شوية وخلينا نقلي شوية الشهر ده فتدبيلته بالتدبيلة دي الشيش توك المفروض تدبيلات زي كنور وماجي والخلطات دي كلها اللحوم انت بتحطي زيت على التدبيلة نفسها أو على كيس التدبيلة وتحطي عليها زيت وتقلبي في اللحوم بس من غير ما تضيف اي حاجة تانية بس بصراحة لا بالنسبة لي ما بحسش ان هي معالية التست بتاعها أو الطعم بتاع الفريخ قوي فانا بعمل ايه؟ انا بحط بعمل التدبيلة بتاعتي انا العادية بالصوصات بتاعتي انا وبستعمل بدل البهرات اللي عندي بهرات التدبيلة دي شكرا على كده فانا تدبيلت الشاشته وخدت منها معلقتين كده كبيرة حلوين حاطت عنيهم انا بعملية زي البودر كده قبل دقيق واللي بتها في نفس الخلطة اللي هي الخلطة دي اعتقد عمت معكم ستلاف مليون مرة قبل كده بصل طماطم توم حطي بقى دبس رمان حطي سياسوس حطي مستردة اللي انتي تحب تبهاري بيدي انا جاب منها كزا حاجة علشان بالصراحة بالنسبة لي طعم في التست التوابل بتاعها حلو فانا جايبها كبديل للتوابل المهم نرجع تانية بوضع سوق الظن منسقش الظن بالناس لأي ان كان السبب تحطي نفسك مكان اي حد مش بتكلم عن اليوتيوب انا بتكلم بصفة عامة لو انا مثلا سمعت كلمة زي موارد وبيحصك كتير ممكن يكون معاديها من قد انجارتي وهي بتتكلم في التليفون ورمت كلمة تعني اخذ الكلمة دي على نفسي طب هي قالتها عليا طب ونصق الظن لي ما جايز بتتكلمش عني جايز بتتكلم في التليفون جايز بتعمل حاجة تانية وحطي بقى المبدأ ده على حياتك كلها في شغلك في اي حاجة في حياتك بلاش تصيق الظن حطي دايما الظن الحسن الظن الكويس علشان تقري على الحاجة دي وفي نفس الوقت علشان ما تشريش وما تزعليش من القدام بس دي كن القصة فانا والله ما شوفت الكومنت ومصيبة ان انا مش لقياه انا مش لقيا الكومنت اساسا المهم على غير العادة هو انا المفروض مش في اليوم بتاع الاجنزر بتاع الجوزي ان انا بعمل اي حاجة في البيت لا تنظيف ولا ترويق واعتقد ان انتو عامل القصة دي بس انا اتدبست في البنيه ليه انه تاني يوم كان عندي عزومة فما كانش ينفع ان انا استنى ليوم الحد يوم الحد انا دخلت في اسبوع جديد باذن الله يعني ودخلت في دراسة اللي هو انا برجع بيت 3.5 فمش هعرف اقف تاني بالليل اعمل اي حاجة فانا قلت اضغط نفسي في اليوم ده حاجة العزومة انا بالنسبالي كانت معظمها نواشف فكتا تتعامل الصبح بدري حاجات بسيط او اللي حضرتها يعني قبلها او في نفس اليوم ده اخر النهار خاص المهم دي خلطة الشاور مستوري نفس القصة انا عملت التتبيلة بتاعتي انا اللي انتو شفتوها دلوقتي واستعملت التتبيلة بتاعت كنور بتاعت الشاور مستوري كبهار كتوابل بس تدي نكهة وتستحلو اعايز اقولكم في اليوم ده كمان يعني اخر اليوم ده هو الحمد لله كان يوم فيه بركة دايما يوم الجمعة بقى فيه بركة مش طبعية في اليوم ده انا نزلت اشتريت حاجات ونظفت اخضار وفرست طماطم وعملت افطار والغداء لأ الغداء انا كان عندي غداء قبلها بيوم كان عندي تقنين فخار كده رحت عاملة تقن بسلة الكلام ده كان مبارح يعني باللحمة ضانية وكان بقى عندي لحمة ضانية مسلوقة رحت قلت تاني يوم هعملها تقن بامية وخلاص الموضوع منتهي المهم دي كانت تتبيلة انها عملتها مش عامل حاجات بكمية زي ما انا متعودة بعمل كل شهر لان انا قريني عندي فما بحبش اجيب لحمة على الحم يعني ما بحبش الحم تعود عندي يعني اقصى شهر ومص يعني ممكن انسى مثلا اناسنا كيس لحمة كيس كبضو او ممكن يعود معاشي شهرين وانا نسياء يعني مش فكرة ان انا مش بستعمله او مش عايز استعمله وانا نسياء وانا نسياء لو خضر اوكي انما لحمة بحبش بصراحة ودي تقل البامية الامر ده وقدت حتى معافل في الحامي كده اااا استطلهم ومبتاكلش بامية فانا كنت سيلا لها حتة لحمة الواحدة همسلوقة هتتاكل مع الرز السلسة هتلاقي فيه برطمانين غمئين شوية دول علشان ازودت عليهم البابريكا علشان هستعملهم في حاجة معينة يعني فدول غمقتهم شوية زودتلهم بابريكا انا بالعادة الطماطم اللي بفرزة مش بحطولها اي حاجة ولا سكر ولا ملح ولا اي حاجة والمهم شطبت المطبخ والحمد لله الدنيا تمام مزال فل وبعد ما شطبت المطبخ افتكرت اني فيه عزو مرفي عملت كم حاجة قبل منامي يعني عشان بس ايه اني بقى واضحين انا بعد الحارة كديمة كنت ملمع البوتجاز ما قولكوش عايز اقولكم في اليوم ده قلت هلمعك قبل منام يعني هلمعك قبل منام وهشطب المطبخ قبل منام لاني تاني يوم ما كانش هيبع عندي وقت مهم دخلت بقى اللي انت شفتو ده ان انا غسلت وشي وستاني استاني في اليوم ده صورت لكم الروتين كامل لانعلاق البشرة ان شاء الله هنزول لكم بعد الفيديو ده لايك وشير بقى للفيديو الحلو ده ممشوش كده دعوة حلوة من قلبكم ورفعونا الفيديو بلايقات السلام عليكم